أمور ثلاثة غير حقيقية وكي أبدأ تعليقاً سأحب أسعادة وزير أشؤون الخارجية من الجزائر أعلن هذا الصباح أن أن الصحراء يجب أن يرفع الاستعمار عنها يجب أن أقول إن الجزائر يجب أن تستيقظ من هذا النوم العميق من حقبة الحرب الباردة لأن الصحراء المغربية مستقلة في إطار تكاملها مع البلد الأم المملكة المغربية منذ أكثر من نصف قرن الجزائر ربما نست أو تدعي أنها نست أو تناست أنه وهنا كان هناك قرار اعتمد بوجود الجزائر وهو القرار ثلاثة خمسة وأربعين باء منذ نصف قرن أيضاً وهو يحيط علماً بنهاية الاستعمار الأسباني وعودة الصحراء إلى الدولة الأم وهو اتفاق مدريد هذا أمر جلي هذا واقع وهذا اتفاق تم تماشياً مع القانون الدولي وهو اتفاق أود أن أذكركم بأمر تاريخي هذا اتفاق بشكل ما كان يتماشى مع خطاباً للرئيس السابق بومدين في قمة عربية في الرعبات عندما قال لأقرانهم من الملوك ورؤساء الدول والأمراء إنه سيدعم أي صيغة تسمح برفع الاستعمار عن الصحراء المغربية وبعد ذلك بعاماً الصحراء المغربية انعطقت من الاستعمار ها